في إنعقاده الشهر يعود مجلس الأمن الدولي لتقليب أوراق الملف اليمني وإعادة تصريحات سابقة لا تعد عن كونها دعوات ومطالبات عادية روتينية من قبيل الدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية خصوصا في مأرب التي اشتدت فيها الاشتباكات في الآونة الأخيرة جراء استمرار هجوم ميليشي الحوثي المجلس وقبل الدخول في مشاورات مغلقة قال إن وقفا دائما لإطلاق النار وتفاهمات سياسية يمكنهما فقط إنهاء الصراع والأزمة الإنسانية في اليمن ولم ينس أعضاؤه الخمسة عشر دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة مارتين جريفث الذي سيتنحى عن منصبه بعد تعيينه نائبا للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية نعربين عن أملهم أن يلتقي به الحوثيين قريبا لكن اللافتة هو اتهام واشنطن لميليشي الحوثي بإضاعة فرصة كبيرة للسلام في اليمن برفضهم لقاء جريفث الذي يحمل اتفاقا عادلا وفقا للولايات المتحدة والواضح أن الموقف الأمريكي هو ذاته موقف بقية الأعضاء وهو ما يجعل ميليشي الحوثي في تحدي صريح مع الإرادة الدولية لأول مرة منذ اندلاع الحرب كثير من المراقبين يرون أن الإجماع الدولي الحاصل في الملف اليمني يذهب باتجاه حشر الحوثيين في زاوية التنازل عن موقفهم المتصلب ولو كان ذلك بالقوة